خلونا ننتقل إلى خبر مهم أيضا بالأمس افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض النقل الذكي واللوجستيات والتحول إلى النقل الأخضر تابعنا على مدار ساعات بالأمس على الهواء مباشرة الفعاليات وتابعنا مشاركة كثير من الجهات المختلفة يعني ما يتعلق بمنظومة النقل ومركبات الحديدية تابعنا أيضا ما يتعلق بيئة اللوجستيات وكيف تتحول مصر إلى النقل الأخضر مراعية البيئة ومراعية أيضا التنمية المستدامة التي نتحدث عنها دائما وفي الحقيقة أنه على هامش هذا المعرض كان هناك مشاركة فعالة جدا من الهيئة العربية للتصنيع ونتحدث تحديدا عن مصنع سيماف الذي أنشأ في 1957 يعني نتحدث عن عمر يتجاوز 65 عاما قام خلالها بتصنيع جميع عربات البضاعة بأنواعها المختلفة وجميع عربات الركاب بدرجاتها المختلفة إلى جانب طبعا عربات توليد الطاقة الموجودة بالسكة الحديدية الآن أو هذه الفترة بيتم تنفيذ خطة تطوير متكاملة لتطوير مصنع سيماف بشكل شامل تطوير شامل يشمل تحديث جميع الماكينات والمعدات في المصنع وأيضا جميع المنشآت والشبكات وإدخال نظم رقمنا حديثة وغيرها خلونا ناخد تفاصيل أكتر هاتفيا مع سيادة اللواء إسماعيل نجدي رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف سيادة اللواء صباح الخير يا فندم وأهلا بحضرتك صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم أهلا بحضرتك يعني لو تحدثنا إذا سمحت عن مشاركة مصنع سيماف في معرض النقل الذكي واللوجستيات والتحول إلى النقل الأخضر الذي يفتتحه السيد الرئيس بالأمس حقيقة كل المعلومات التي حضرتك فيها في الخبر الصحيحة تماما احنا في المعرض وبناحل الهيئة العربية للتصنيع لنا جزء كبير في المنتجات المعروضة من منتجات الهيئة العربية للتصنيع احنا بنعرض دور المصنع فيه إنتاج عربيات المترو المصنع بقاله 40 سنة بيشتغل كبير متر الأمساء وعربيات متر الأمساء أنت توق الربعمائة عربية يعني ما يفوق الـ 50 قطر من بطورة متر الأمساء في خلال هذه الفترة اتعاون مع كبرى الشركات العالمية في المنتجات مثل شركة كاليستما الفرينتية وشركة كونداي الكورية المصنع ما زال يمكن حتى النهاردة عربيات الفترة الثالث المحلة الثالثة اللي ان شاء الله هتستطيع هيكون لنا دور فيها ومشاركة بالمتاج بتاعنا فيها ان شاء الله احنا بنصل في نسبة التصنيع المحلي المترو الأمساء بنتجاوز الـ 40% منتجات محلية برضو عرضنا الثور بتاعنا فيه انتاج عربيات الفترة الحديثة من حضرتك بكارتي عربيات البضاعة ودي بننتج شركة الـ 80% المحلي اللي فيها يفوق الـ 80% هي عربيات توليد الطاقة وعربيات الركاب بأنواعها المختلفة احنا بنتجاوز الـ 50% وبرضو عرضنا تطوير مصنع سماف والإمكانيات اللي بتتوفر النهاردة في مصنع سماف ويمكن أضرب لستك مثل للجنبور واحد بس من اللي بيحصل في المصنع لأننا بنقذف ونعمل ثورة تكنولوجية في مصنع سماف تماما عشان يجاري ومصانع في العالم احنا النهاردة ووصلنا مكنة هي تامن مكنة في العالم دخلت السبع دول القابلينة أوروبية وأمريكية في الرقم 8 وديت أول نوع من هذا المكان يدخل مصنع سماف أو يدخل مصنع ويدخل منطقة الشر اللي احنا بنشوفها حاليا على الهواء يا سيدة اللي هو بنشوفها حاليا على الهواء المكان اللي حضيك بتشير ليها دي متخصصة في ايه فن هي مش لصناعات سكك الحديدية بس المكان دي تيه إمكانيات عالية جدا المكان ديه ممكن تشتغل في صناعات الطاقة والتروبينات المستعدمة في الطاقة تشتغل في السفن تشتغل في الصيران تشتغل في البترول وبريمات البترول والأجزاء الصعبة اللي كنا طول عمرنا بنستوردها لا المهاردة مش هنستوردها وحننتجها عندنا في مطر إن شاء الله إن شاء الله المكان ديه لها موصفات تشغيل خاصة جدا هي انتاج ألماني أصلا والحمد لله ان احنا بقى عندنا هذا النوع من التكنولوجيا المهاردة بنفخص فيه ان احنا ممكن النهاردة نستغنى عن جزء كتير جدا من الاتراضي لفتح الغيار والأجزاء التشغيل اللي كنا بنضطر إن احنا نجدها من الاتراضي صحيح النهاردة عندنا القدرة على إنتاج مثل هذه الحاجات ديه مش هكون المكان الوحيدة للمصنع السمار لا احنا عندنا مئة وتسعين مكانة جديدة وآلة جديدة داخل ما مصنع السمار وحيحنا ما اسكتناش بس على المكان ما غيرناش في المصنع المكان ولا المباني ولا الشبكات ولا الكلام ده لا احنا سمينا بالعقول وبيقول بشرية وممكن اقولي لحضراتك النهاردة فعلا نحن عندنا 22 مهندس من مصنع السمار موجود في ألمانيا موجود في برتغال موجود في أكترانيا ديه تدريب عشان ندخل مرحلة جديدة موجود في أكترانيا من المعروف يستطيع أن الهيئة العربية للتصنيع هي اللي بتقود قاطرة قطاع الصناعة في مصر مش بس دلوقتي لكن حتى منذ إنشائها ممكن في الخمسينات أو الستينات من القرن الماضي مصنع سيماف هو واحد طبعا من الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع والهيئة العربية للتصنيع بشكل عام لها إرث صناعي مش بس في مصر لكن في إفريقيا والشرق الأوسط لدرجة أن القطارات اللي بتنتجها شركة سيماف لم تسجل لها أي حادثة على مدار تاريخها تطوير الشركة سيماف فيما يتعلق بإنتاج القطارات أنتوا لحد السنة على ما أعتقد كنتوا بتنتجوا 300 عرب قطارات متر وأنفاق مش كده؟ لحيط وده الغرض من التطوير حقيقي الزيادة قدرات المصنع مصنع سيماف لإنتاج العربية والمترو من 300 عربية إلى 1000 عربية في السنة بالإضافة إلى أننا بننشد وده اللي بنسعى إليه أن نصل إلى مستوى الجودة العالمية موجودة في جميع المصانع الأملاقة اللي موجودة في العالم والغرض حقيقي من التطوير دوت إحنا مش مجرد الإنتاج المحلي اللي هي تلك الحديد ومترو الأنفاق لا إحنا عنينا أخروجتنا أن إحنا لازم نخرج برا الحدود إن شاء الله يبدأينا التعاون مع الدول الأفريقية ومنطقة الخليج وإن شاء الله إحنا بنتفتح على العالم في إنتاج مصنع سيماف إن شاء الله سيادة اللوة تفضل يا فندم معافهم اتفضل أنا كنت هنوه على حاجة تانية هو يمكن التطوير حييي شمل مصنع سيماف النهاردة ولكن لو كلمت بنظرة قد وصع شوية الحقيقة وديتون الحقيقي إن أنا أقول الكلام دوت حييي التطوير على أي تستيلة فريق عماني عم التراث في صور التطوير لمصانع الهيئة بالكامل وليس فقط مصنع سيماف التطوير في الهيئة ومصانع الهيئة متابعة من القيادة السياسية شخصيا ومتابعة لصيقة حقيقة احنا بننقل مصانع الهيئة الى مكان تاني خالص في تكنولوجيا بالاضافة الى اضافة مجموعة من الصناعات السديدة اول مرة في كل مصر النهاردة ما نتكلم على صناعة اجزة التنفس لأزمة الكورونا والجائحة اللي احنا فيها العالمية الموجودة النهاردة النهاردة بيتم تكوة احد مصانع اكلة مناتكلم على المطاط الشراح الى الشريح المعدنية الحمليات الجرحية اللي بقيت الآن المحاردة كانت كلها تستورد من الخارج ومحاردة اكتسمتك جوة مصانع الهيئة العربية من الدمية المنتكلم على الكورونا والاسهارات قد ايه مصر محتاجة كميات كلها تستورد من الخارج الكورونات للمركمات والمعادات الثقيلة وكل حاجتنا لكواوشكا. نتجي من بره. نهاردة كلام ده وطحي ينتج في المصانع إلاها العربية التصميع. نعم. بتكلم على الثورة التعليمية اللي في التداولة النهاردة. ونتكلم على التابلت ونكلم على الصبرونات الجديدة الصبرونات التفاعلية اللي بإستاذها مستربية وتحليموه في صلما المهاردة. كل ده بقى ييجي النهاردة من مصانع إلاها العربية التصميع وهو أثناء سيراده تماما. انا عايز اقول ان الثورة دي افتدتها كاعدة صناعية كبيرة أدمر قاعدة صناعيات مصر هي الأحوالية نعم ده هيكس حاجة مهمة جدا لازم نخب بالنا منها حقيقة هيكس الاستقرار اللي احنا فيه احنا النهاردة بقنا نجري مع العالم الاستقرار السياسي الموجود في البلد المناخل السمار الموجود في البلد لا ده فيه حاجات كتيرة جدا باستاذ يتبعان لأنيون لجنبور والناس والرأي العام نعم سيادة اللي هو أسمح اسمح لي فندم سأخذ من كلمة حضرتك استخدمها كلمة الثورة الصناعية الثورة الصناعية والتكنولوجية اللي نشهدها في مصر منذ سنوات وحضرتك دلوقتي تكرمت وشرحت جوانب كثيرة جدا منها فيما يتعلق بقطاع النقل والسكة الحديدية بتعني في المقام الأول العنصر البشري والاهتمام به وحرك ذكرت أنه المكينة اللي بنستعد لتركبها هذا الأسبوع بإذن الله وهي المكينة التي تكون عندنا في مصر هي رقم 8 في العالم وتميز بها وتساهم في تشكيل المعادن وما إلى ذلك ربما البعض بيعتقد أنه أي حديث عن ثورة صناعية معناها الاستغناء عن العنصر البشري ولكن في حقيقة الأمر أنه العكس تماما لأنه تدريب العنصر البشري والاهتمام به هو من يجعلنا نتقدم في ثورتنا الصناعية المرتقبة كلمنا حضرتك من فضلك عن الاهتمام بالعنصر البشري تدريب الكفاءات والعمالة يعني هذه المكينة ربما التدريب عليها كان بوسطة الشركات الألمانية المتخصصة كبرى الشركات في العالم إيه خطتنا الاستراتيجية للتعامل مع العنصر البشري لأنه اللي حضرتك بتحكيه الحقيقة واللي شايفينه على أرض الواقع كتير جدا فده محتاج مجهود كتير وأكيد محتاج دعم أكتر للعمالة تقنيا وحرفيا حتى اللي قلتها حضرتك كله تمام سليم الاهتمام بالعنصر البشري ده عنصر مهم جدا في التطوير وفي الثورة الصناعية الثورة الصناعية مستغنيتش عن الأقول وعن العمالة يعني هي اللي حتشغل الآلات والمعدات الحديثة اللي احنا بيجيبها النهاردة لازم نرتقي بمستوى التفكير ومستوى الأداء للعنصر الثانية المهم في السلمة على جميع الصناعات الموجودة عندنا النهاردة أما بنتكلم على التطوير في مجالنا احنا كتبتها الصناعات السكة الحديدية احنا هتنقاهل أولا احنا جدنا كوادر جديدة الشبابية تبتدي الثورة دي والشغل ده معنا جوى النهار الحاجة الثانية احنا من أهم الاستماعات الصغيرة اللي موجودة عندنا هي استماعات اللحام مهنة اللحام من الثانة الرئيسية زي مهنة مهنة التشغيل والتعطيع دي الأمال الرئيسية اللي فيه استماعات السكة الحديدية هاردة جميع اللحامين بتاعنا لازم يبحث على الشهادات التولية في اللحام على أعلى مستوى في أداء المهمة بتاعته بناخد دورات متحلية متعمقة في اللحام وبعاتنا زي ما قلت حضرتك اتنين وعشرين وواحد أساس تدريبهم براء التصميم وده بلد مهم جدا وأعمال اللحام في مجال الدكال حاجة شكرا جزيلا شكرا لك يا فاندم شكرا جزيلا لحضرك